السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان درسنا اليوم حركة الجسم على مستوى ماء الأمنس في البداية سوف نحدد القوى المؤسرة على الجسم ثم نحسب مقدار التسارع الذي يتحرك به الجسم ونستنتج هل للكتلة تأثير على تسارع الجسم ثم نحسب سرعة هذا الجسم نهاية هذا المستوى المائل وأيضا نحسب المسافة التي قطعها هذا الجسم على المستوى المائل في البداية الجسم له وزن مقداره FG سوف نعتبر أن الجاذبية مقدارها 10 إذن كتلة الجسم هنا عبارة عن 0.7 كيلو جرام نستطيع التحكم بكتلة الجسم من خلال هذه الأيقونة لنفترض أن لدينا جسما كتلته 0.7 كيلو جرام وبالتالي فيقول لدينا وزنه عبارة عن M في G وهي عبارة عن 7 نيوتون القوى المؤسرة على الجسم هناك قوتين قوة الوزن واتجاهها عمودية دوما على الأرض وهناك القوة المتعامدة عمودية على السطح الذي يتحرك عليه الجسم إذن هناك قوتين FG و FN نرسم محاور الإحداثيات X و Y بشرط أن يكون المحور X دائما موازي للسطح الذي يتحرك عليه الجسم والمحور Y يكون منطبقا على القوة المتعامدة نلاحظ أن قوة الوزن لا تنطبق على محاور الإحداثيات وتصنع زاوية مع المحور Y هي تعادل زاوية ميل المستوي نتحكم بزاوية ميل المستوي من خلال أن نحرك ونعدل موضع الرأس B لنفترض أن لدينا الآن أن الزاوية التي يتحرك عليها المستوي المائل هي تقريبا 20 درجة هذا الجسم الآن قوة الوزن تصنع مع المحور Y زاوية تعادل زاوية ميل المستوي كلما غيرنا زاوية ميل المستوي تغيرت الزاوية بين FG والمحور Y وهي تماما تعادل زاوية ميل المستوي إذن الزاوية بين FG والمحور Y هي عبارة عن 20 درجة لنترك الجسم يتحرك بما أن FG تميل على المحور Y بزاوية قبلها 20 فيتم تحليل FG إلى مركبتين FGX وFGY FGX هي عبارة عن FG أي M في G في ساين الزاوية لأن الزاوية التي نعرفها هي الزاوية مع المحور Y مع المحور Y أما FGY هي عبارة عن FG أي M في G في كوساين سيتا نستطيع أن نستبدل بدل الزاوية 20 هي الزاوية 70 فنستطيع أن نقول FGX عبارة عن M في G في كوساين السبعين وهي تعادل ساين العشرين وFGY عبارة عن FG في ساين السبعين وهي تعادل كوساين العشرين الآن هذا الجسم تم تحليل قوة الوزن إلى قوتين قوة على المحور X وقوة على المحور Y القوة التي تسبب التسارع هي فقط FGX لأن FN تعادل FGY القوتين متساويتين ومتعاقستين فمحصلة القوة على المحور Y تساوي الصفر يبقى لدينا FGX هي الوحيدة التي تؤثر على الجسم فتحركه بتسارع نطبق قانون نيوتون الثاني عندما نطبق قانون نيوتون الثاني نقول FGX اللي هي عبارة عن M في G في ساين الزاوية تساوي M في A نلاحظ في كل الطرفين يوجد قيمة M لذلك تصبح التسارع A تساوي G في ساين سيتا وهذا هو قيمة التسارع لاحظ معي إن قيمة التسارع A تساوي G في ساين الزاوية ليس لها علاقة بالكتلة لو تم تغيير كتلة كيفما نشاء فإن التسارع لن يتغير نهائيا نعود ونضع الجسم على قيمة الوزن وهو سبع لحساب السرعة سرعة الجسم هي عبارة عن VF في أي موضع VF تساوي VI زائد A في T VI قيمته 0 لأن الجسم وضع على قمة مستوى المائل كلمة وضع أي أن سرعته البداية 0 فيتم حساب التسارع من خلال A في T و T هي قيم معلومة من خلال عداد زمني موجود من خلال هذه التجربة لنتابق عندما يصل الجسم نهاية المستوي تكون سرعته النهائية 9.23 متر على الثاني ويكون قد استهلك الزمن قدوه 2.75 لو أردنا حساب المسافة التي قطعها هذا الجسم فنقول X تساوي VIT زائد نصف AT تربية VI هي قيمتها 0 في الزمن اللي هو 2.75 فتبقى النتيجة 0 زائد نصف ضرب التسارع ضرب مربع الزمن اللي هو عبارة عن 2.75 فيكون قد قطع مسافة قدرها 12.7 متر وبذلك نكون قد انتهينا من حرك الجسم على مستوى مائل أملس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته